عما نقيل الله معنا واحدة من أعظم الإعلانات إنه في العهد القديم كان مجد الله يحل في خيمة الاجتماع في الهيكل بمسير الرب مع شعبه في البرية في عمود نار ولكن أحبائي في ملء الزمان مكتوب رأينا مجده مجدا ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة لأحبائي هذا المجد الإلهي ظهر في شخص ربنا يسوع المسيح لهذا السبب واحدة من أعظم الإعلانات إنه الله معنا لما نسمع كلمة الله معك تبعث فينا الفرح إنه كلمة الله اتخذ جسد وحل بيننا وإنه هو عم نؤيل مثل ما قرأت في الصفاح الثامن بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عم نؤيل لأن الله معنا الحضور الإلهي مع البشر هو الله شخصيا حضر في وسط الناس مع أن الكتاب يقول الله لم يره أحد قد الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر أو كما قيل عنه الكائن على الكل إلها مباركا صار إنسانا معنا حلا بيننا هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فهو معنا وليس ضدنا لأنه إن كان الله معنا فمن علينا إن سرت في واد ظل الموت فهو معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر فإذن هذه النبوة سبعمائة سنة قبل الميلاد عم نؤيل الله معنا ولد يسوع بقوة الروح القدس من عذراء لكي يكون مخلص البشرية وهذا ما يتميز به الرب يسوع عن سائر البشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر